الميالي سنة 2018 الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطنية السيدة معيزي زامت محفوظة والكربالي قامت بزيارة لمركز الامتحان في ثانوية عرفات اثنين بالعاصمة للاطلاع على سير العملية يشارك في مسابقة رالي العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم 2500 تلميذ في المرحلة الأولى ليتم لاحقا اختيار 45 ذرقة بمعدل ثلاث ذرق لكل ولاية موزعة على عدة مستويات دراسية المية وعقب أي كونكورجة قد يترشح لأنه ماتت عندنا مشكلة وبالنسبة للموضوع اليوم ما شاء الله كانت متناول اللي حسب يدفتنا قرائنا من البرنامج وكان زين الحمد لله لباس الله بحسب وأننا كنا متقدي عن نساته إن شاء الله طرحوا ببروغرام إن شاء الله لباس لا رجال إن شاء الله فات قرائناه كان إن شاء الله موضوع زين إن شاء الله نصد امتحام موال الفرق المتأهلة من المرحلة الأولى من التصفيات ستخضع لاختبارات لتصفية أقطاب تشارك في المراحل النهائية من المسابقة بمدينة واقشوط والتي ستحصل الفرق الثلاثة منها على جائزة رئيس الجمهورية للعلوم وللوقوف ميدانيا على نماذج من ظروف السير المسابقة أدت الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطني السيدة معيزيزة من المحفوظ الكربالي زيادة تفاقد لذنوية عرفات أذنين التي تحتضم أحد مراكز المسابقة حيث عينت رفقة السلطات الإدارية بولاية واقشوط الجنوبية قاعات المسابقة التي تجرى ذي الرياضيات والفيزيا والعلوم اليوم قمنا بزيارة لهذا المركز تقام في مسابقات رالي للعلوم لجائزة رئيس الجمهورية وهذه المسابقة ترقام الجنوب على كافة تراب الوطني وتشارك فيها 2500 تلميذي وتشكل هذا الجنوب يشكل انطلاق الدور الأول وهي تسكون مثل تدواء الدور الأول شاركت في حوالي 2500 وكان مفتوح قدام جميع مؤسسات التعليم وإعدادي والثانوي العام والخاص والهدف منه وهو منافسة وتحفيز التلامي وتشجيع التلامي واكتشاف موهباتهم على كافة التراب الوطني وفي هذا الدور لاهي تم تصفية 45 فرقة تمثل الولايات كاملة كل ولاية التي تمثل بثلاث فرق وهي هذه الجماعية التي تخوض الدور الثاني اللي لاهي يعود إن شاء الله في 19 مارس اللي لاهي يتمخض عنه تم تصفية 18 فريق تمثل جميع الولايات التي تعدل الدور النهائي وهو في الماقشوط التنافس بعد جائزة فخامة رئيس الجمهورية اللي لاهي إن شاء الله الفريق اللي يفايز فيها تسلم لهون في حفل اللي يقام هون تحت إشراف في السامي فخامة رئيس الجمهورية يدخل إجراء هذه المسابقة في إطالة جهود تبذلها بزارة التهذيب الوطني للرافع من جودة التعليم بشكل عام والسعي إلى وجود تعليم نوع يلبي تطلعات منهو في مستويات ذهنية عالية وعلى مستوى العاصم الاقتصادي نواذيبو بدأ نحو 200